فدين الإسلام يعني أن يستسلم العبد لربه جل وعلا بالتوحيد فلا يصرف شيئا من العبادات لغيره وبالانقياد له بالطاعة فيقدم أمر الله على رغبة نفسه أما الأصل الثاني فهو معرفة العبد لدينه فالمراد بالدين الطاعة التي يعبد الإنسان بها ربه جل وعلا والدين الذي لا يقبل الله سواه هو دين الإسلام كما قال تعالى ومن يبتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وقد أخبر رب العزة والجلال أن الدين الواجب مبني على طاعة الله وإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله فدين الإسلام يعني أن يستسلم العبد لربه جل وعلا بالتوحيد فلا يصرف شيء من العبادات لغيره وبالانقياد له بالطاعة فيقدم أمر الله على رغبة نفسه كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن مقتضى هذا أن يتبرع الإنسان مما يتضاد مع هذا الدين وأول ذلك أن يتبرع من الشرك فلا يقر الشرك بصرف شيء من العبادات لغير الله سواء ما يفعله المشرك من صلاته لغير الله أو دعائه لغير الله أو من عبادته بالخوف والرجاء والتوكل على غير الله جل وعلا وإنما شأن المؤمن أن يتبرع من هذه الأعمال الشركية وأن يتبرع من أهلها كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وكما قال إبراهيم خليل الرحمن إنني براء مما تعبدون من دون الله فتبرع من معبوداتهم التي يشركون بها